كيف كونشو الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير قصة اليوم شوي مختلفة نهايتها صادمة للكل قد ما حاولتوا تتوقعوا النهاية فمستحيل تخطر عبالكم فعلا انو الثقة هي اكبر عدو للانسان ودائما الغدر بيجينا من اقرب الاشخاص لالنا قصة اليوم صارت بالمغرب بال2008 ضحية الانانية رح يكونوا الام وابنة كالعادة ما تنسونا من التفاعل واكيد اراءكم بالقصص بتهمنا اذا كنتوا اول مرة عم تتابعونا ما تنسو تشتركوا بالقناة ويلا نبدأ بالقصة في شاب اسمه محمود وصبية اسمه نوريا اتزوجوا كانت زواجة حلوة وسعيدة رغم انو كان زواجهم تقليدي محمود كان انسان عائل واخلاءه عالية قد المسئولية ونوريا كانت بنت حلوة ومرباية وما ناقصة اي شي والحياة كانت ماشية معهم تمام الصبح بيروحوا لشغلهم والمساء بيرجعوا للبيت بيقضوا شوية وقت بيطلعوا زيارة وتاني يوم بيبلشوا نهار جديد نورا كانت أنست مدرسة ومحمود بيشتغل بمكتب عقاري وبيوم من الايام بتعرف نورا انه هي حامل بتروحوا بتخبر محمود يلي بيطير من الفرحة اول ما بيسمعها الخبر الحلو واخيرا رح يصير اب بلشت الايام تمر ومحمود ونورا كانوا عم يجهزوا غراض الولد وما بيقشي الا وجابولو اياه وصاروا ينطروا وقت لولادة وفعلا الايام مرت بسرعة واجه الولد يلي سموه عمر والفرحة كانت كتير كبيرة بهالوقت نورا اخدت اجازة امومه من شغلة وقعدت بالبيت لتهتم بعمر محمود كان يروح لشغله وما يتأخر بالرجع على البيت ابدا كرمال يشوف الولد تعرفوا الاهل باول ولد بيكون الحماس عالي عندهم ومرقوها الاربع شهور ونورا خلص صار لازم ترجع لشغلة بس عمر لصه صغير بين رح يهتم فيه فقالت للمحمود انه لازم تلاقي مربية بتفهم بقصص الولاد وهي رح تهتم فيه وهو ما عارضه ابدا وكان عندهم مرة بالحارة بتعرف بنات لها مثل هيك قصص بتهتم بالولاد او بتنظف البيوت هاي الشغلات يعني فراحت وقالت لها بدي بنت تكون امينة ومحل ثقة وقدر امن ع ابني الوحيد معه وطبعا اهم شي تكون بتفهم بامور الولاد الصغر قالت لابنك ادي عمره فحكت لها نورا انه اربع شهور قالت لها اي تمام طلبك عندي من يومين اجت صبية اسمها امينة وحطت عندي خبر انه بدت اشتغل فاليوم بتواصل معه وبقالها انه لقيت شغل وبعطيها عنوانك وانتي شو فيها قالت لها نورا اي تمام عطتها رقم الموبايل وانوان البيت ومشيت وتاني يوم الصبح بيندق باب بيت نورا ولما فتحت لقيت صبية قالت لها مرحبا انا امينة مو حضرتك طلبتي صبية تهتم بابنك فهون نورا قالت لها مبلا تفضلي دخلت امينة وكانت نورا طول الوقت عم تطلع عليها وشافت انه هي بنت مرتبة وحلوة لبسة محتشم فسألتها ان كان عندها خبرة من قبل فهون امينة قالت لها لا ولا مرة اشتغلت كمربية ببيت حدا بس هي ربت ولاد اخواتها وعندها خبرة كتير كتير بها الموضوع ولاحظت نورا انه فعلا امينة بتعرف كتير معلومات عن الولاد شو الشي اللي بناسبهم وشو الشي اللي ما بناسبهم فقررت انه تشغلها وقالت لها من بكرة رح تبلشي شغلك هون بس قبل بدي منك شغلي فامينة قالت لها ايه طبعا تفضلي هون نورا طلبت من امينة هويتها وقالت انه للأحتياط مو اكتر ورح تبقى معها طول الفترة اللي هي عم تشتغل فيها ببيتهم امينة قالت لها ما في ايه مشكلة وعطتها الهوية وهيك نورا فكرت انه رح تمنعها تعمل ايه حركة غلط وتاني يوم بلشت امينة شغل بس نورا مفورا تركت البيت ومشيت اخدت عطلة اسبوعين وقالت رح شوف كيف رح تعامل عمر وبعد هالاسبوعين يا بتبقى يا بصرفة وبالاسبوعين هدول نورا ما شافت ايه غلطة من امينة كانت تهتم بعمر وكأنه امه عم تراعي بشكل كتير منيح وما عم تأثر عليه باي شي فهون نورا تطمنت كتير ع ابنة وبلشت بالاسبوع اللي بعده شغلة وكل يوم الصبح كانت تجي امينة وتقعد مع عمر لنهاية الدوام وبهالوقت كانت نورا كل ساعة والتانية تتصل كرمالة تطمن ع ابنة وامينة كانت تقلها انه هو كتير منيح وخلص لا تاكلهم وبحكم انه مكان شغل نورا كان كتير قريب من البيت كانت كل ساعتين تلاتة ترجع للبيت تردى عمر وتروح لشغلة وطبعا بكل مرة كانت ترجع للبيت كانت تشوف عمر باحسن حال ومرتاح ومو ناقصه اي شي وصارت دائما نورا قدام محمود تمدح بأمينة وتقول انه نحنا كتير توفقنا فيها بنت شاطرة ومرتبة بتفهم بأمور لولاد كتير منيح وهو كان يقوله تمام شو بدك احسن من هيك ومرأ شهرين ثلاثة ونورا خلاص ارتاحت لأمينة لدرجة انه ما بقى اتصلت بالبيت كل شوي والتانية وكونه عمر ما بقى رضع وصار يشرب حليب بودرة ما بقى رجعت للبيت قبل ما ينتهي وقت دوامة وبعد كل هالامان اجا اليوم التعيس يلي قلب حياة نورا بترجع نورا عبيتها بتدق الباب وترنج درس كتير مرة واثنين وعشرة بس ما كان حدا يفتح فهون قالت انه يمكن امينة عم تحمم عمر وما عم تسمع فتحت بمفتاحة فاتت لتتفاجأ انه البيت فاضي دورت بكل الغرف بس ما في لا امينة ولا حتى عمر ولا اي اثر لالون خافت كتير وفورا اتصلت عزوجة وقالت له تعال فورا عالبيت امينة وعمر مو هون اكيد عمر صاير له شي وامينة اخدته عالمشفى رجع فورا محمود وبلشوا يتصلوا عرقم امينة وما كانت عم ترد نهائيا دوروا بكل المستشفيات القريبة وحتى الدكاتري اللي قريبين من البيت بس ما كان في اي اثر لامينة سألوا كل الجيران وكمان ما حدا شافه بالاخير اطعوا الامل وراحوا لعند الشرطة وقالولن انه ابننا انخطف ويلي خطفته هي المربية فالشرطة سألوهن عن اسمه وقالولن انه عندكن اي اثبات يأكد انه هي مربية ابنكن فهون نورا قالت لون اي انا لما اجت لعنه من كم شهر اخدت هويتها للاحتياط وجابوا الهوية ولما شيكوا عليها طلعت فعلا في صبية اسمه امينة وهي الهوية ما نمزورة بس صاحبت الهوية مقدمة بلاغ انه هويتها ضايعة من فترة فبعتولا خبر انه هويتك التأت وتعالي لمركز الشرطة ولما وصلت بلشوا يحقوا معا بقضية اختطاف كتير استغربت وقالت لون انا ما بعرف اي شي عن هالموضوع فقالوا للجماعة اللي اشتغلت ببيتهم مربية عم يتهموك بخطف ابنن قالت لون انا ما اشتغلت لا مربية ولا غيره فطلبوا نورة ومحمود كجمال يتعرفوا عليها واول ما شافوها قالوا بس هاي مو هي المربية كيف وشلون ما هي هي صاحبت الهوية قالوا لا هاي مو هي الصبية نفسها يلي اشتغلت عنا هي صاحب تشبه امينة المربية بس مو نفسها يعني هديك بيضة وهي سمرة فهون القصة تعقدت اكتر فعناصر الشرطة رجعوا وسألوا امينة انه هي ما نهويتك قالت له لنبلة بس انا لما فقتها وما لتقت رحت وطلعت بدل ضائع اخر امل كان عند نورة خلاص راح وهلأ شو الحل نورة نهارت واخدوها للمشفى الشرطة اخدت مواصفات المربية وبلشوا يدوروا عليها وما كان فيه الى اي اثر محمود خطر عباله ان يروح لعند الشرطة ويقل لهم ان المربية كانت تهتم بيومر كتير منيح وكانت دائما تنسق مواعيد مراجعته ودائما تهتم باللقاحات وكل هاي الامور فاكيد يوم اللقاح راح تاخده وتروح اى اي مشفى او مركز طبي لياخد هاللقاح فاخده كلامه بعين الاعتبار وحطه صورة عمر بكل المشافي والمراكز وحتى مواصفات المربية وقاله انه هالطفل مفقود بس مرأ موعد اللقاح الاول واللقاح البعده وما كان فيه اي خبر عن امينة وهي كانت تاني مرة بتخيب امال نورا وضعه كان من سيء لا اسوأ تركت شغله وصارت تنزل كل يوم عالشوارع تدور عابنه وهي حاملة صورته وعمت فرجي للعالم وتسأل عنه بس هاد الشي ما كان كتير يفيده كونه الولد بهالعمر بين الشهر والتاني بيختلف شكله نورا بلشت تفقد عقل عغياب ابنه وزوجه صار تواجده معها كتير قليل ولما يتواجد يحاول يهديها ويخفف عنها بس هي عطول تتخانق معه وتقل له انت كيف قادر تكون هادي وابنك مختفي ومرأة هالحالة سنة ونص كاملين وبعده وبمشفى كتير قريب من هالمدينة بتفوت مرأة وعم تبكي وتطلب المساعدة تقل له ان دخيلكم ساعدوني ابني رح يروح من بين ايديي فبتجي لعنده الممرضة وبتسأله انه خير شو يلي صاير معه بتقل له انه حرارته وصله يومين 3 ما نزلت تكون بخير انت يعطيني وراءه كرمال اعمله تسجيل دخول هون فهي المرأة هون بتتلبك وما بقى بتعرف شو بده تحكي بتقل له بس انا اجيت مستعجلة ويعني ولما طلعت ما رجبت معي اي شي ابدا قالت له طبعا الاقل انه يعني الدفتر الطبي يلي فيه لقاحاته المعاينات وهي القصص قالت له عم قليك اني انا طلعت مستعجلة وما معي اي شي هون الممرضة قالت له خلص يعني رح تخلق انا عم سؤوليتي بس لازم تجيبي هاي الوراء فهي المرأة بلشت تتخانق معا وتقلل المهم المريض ولا الوراء التافها بعدين انا اصلا يعني ما الي زمان نقلي ع هاي المدينة والوراء كلها نسيانتة بمكان تاني هون الممرضة حست انه فيه شي ما انه ظابط بهالقصة بس اكيد ما رح تترك الصبي تعبان دخلوا الصبي وكشفوا عليه وقالوله انه لازم يبقى يوم او اتنين بالمشفى هلا هي بالبداية رفضتي كتير بس لما قالوا لها انه ممكن يكون وضعه خطير قبليت وقالت لهم بس انا لازم روحها البيت جيبكم غرض الي ويلو وفورا برجع راحت غابت شوية وقت وبعدها رجعت وجايبي مع الغراض ولما الممرضة سألتها مرة تانية عن الوراء قالت لها انا ما قلت لك ان انسيتهم بمدينة تانية للصدفة هالممرضة يلي تخانقت معا كانت من تقلي لهالمشفى جديد وقبل هاد الشي كانت تشتغل بنفس المدينة يلي صارت فيها قصة الاختطاف فلما شافت ملامح هالولد حست انه بيشبه نفس الملامح يلي كانت بالصورة ويلي فرجوهم ياها قبل بسنة بس ما كانت متأكدة تماما من هاد الشي فلما خلص وقت دوامة راحت لمركز الشرطة وحكت لهم القصة يلي صارت بمكان شغل القديم والقصة يلي صارت اليوم بالمشفى وقارت لهم انه هي ما انا متأكدة انه هاي المخلوقة ممكن تكون هي يلي خاطفته بس انه يا را تتشوفوا الموضوع وما تنسوه ابدا وفعلا بعتوا مع واحد من العناصر للمشفى بلبس مدني وبقي عم يراقب هاي المرأة واخد له صور وبعتوا الصور ع نفس المدينة يلي كان صار فيها قصة الاختطاف وهنيك استدعوا نورة ومحمود كرمال يتعرفوا ع الصورة ونورة اول ما شافت الصورة قالت اي هاي هي المربية هاي نفسها هي امينة وتعايت وتقول لهم انا عم قلكن انه اي هاي هي امينة وين ابني لقيتوا فمحمود هون كان طول الوقت زاكت ولونه مخطوف بس ليش ما كان حدا بيعرف قالت له نورة انه انا هلأ رح اطلع هديك المدينة وجيب ابني اكيد ما رح استنى بدي دور عليه انا الحالي وبيدي يجيبه هو يقل له انه خلاص هلأ الشرطة بتتصرف وانتي اهدي لا تتعبي وهي تقل له لا انا ما رح استنى بهاي الاثناء تركه وطلع له يحكي مكالمة وبلش يتصل على رقم وهالرقم يطلع مقفل رجعت نورة واتصلت عليه وقالت له لايك يا رح ترجع هلأ لعندي وتاخدني يا اما انا رح ادركك وروح لوحدي فهون محمود تطر انه يروح معاه وكل الطريق هو متلبك ومو ع بعضه نورة تحكي وتدعي وتقول يا رب يكون ابني منيح وما حدا ازا بس شو هو الشي الكبير يلي كان مخلي محمود متلبك لهي الدرجة الشرطة فورا القوا القبض عامينا واخدوا عمر مننا والرقم يلي كان عم يتصل عليه محمود هو رقم المربية يلي ما لحقي يخبره انه الشرطة رح تمسكها وقالقوا القبض عليها وبالتحقيق معا بقيت عم تنكر وتصرخ وتقول انه هاد الولد هو ابنة وهي ما خطفت اي حدا وحتى لما وصلوا محمود ونورة وواجهتها نورة انه هادا ابنة كمان نكرت وقالت انه هاد الولد ابنة هي فهون قرروا انهم يعملوا تحليل دي ان اي كرمال يعرفوا الولد لمين التحليل كان للمربية ونورة ومحمود وبعد التحليل كانت المصيبة والنتيجة يلي ما حدا فينا كان متوقعة هالطفل طلع فعلا ابن المربية نورة انصدمت كتير وقالت اكيد في حدا غير التحالي المستحيل يكون هاد الشي صح اما المربية ومحمود فما كان قدامهم غير انهم يعترفوا بكل يلي صار قدام المحكمة المربية يلي طلع اسمها ريمة كانت على علاقة بمحمود ومتزوج منها بالسر ويلي صار انه ريمة ونورة حملوا بنفس الفترة وحتى موعد الولادة كان الفرق يوم واحد بس يعني نورة ولدت بيوم وبعدها ريمة ولدت باليوم الثاني فورا نورة لما ولدت محمود راح بنفس اليوم وباع ابنه ايه باع الولد لجماعة من الاردن وقبط حقه ملايين ودهب وحتى انه الشخص يلي اشترى ابنه فتح له صاغة واول دفعت مجوهرات كانت كلها ع حسابه وقال انه خلص يعني رح يكون عندي ولد تاني مهتم لابنه الاول ولا فكر بشعور نورة لما تعرف الحقيقة بس ما قدر يزبط الامور ليقول لنورة انه ابنه مات وكرمال هيق قرر انه رح يعطيها ابن ريمة ويعطوها منوم كرمال تبقى نايمة اطول وقت لبين ما تولد ريمة وياخدو الولد ويعطوها وفعلا بعد ما وردت ريمة اخدوا ابنة وعطاه لنورة وقال لها انه هاد ابنك وهي طبعا صدقت وحبته وتعلقت فيه كرمال ما تسألوا انه هي كيف ما سألت عن ابنة اول ما ولدته وهي قالت لون انه وين الولد فقالوا لها انه بالحاضنة وبعدها اخدت ابر المنوم وما بقى صحيت على الشيء لتاني يوم فجابوا للولد عادي اتفق هو وريمة انه هاد الشي اللي صار شي مؤقت وبعدها رح يطلق نورة وياخد الولد ورح يعيشوا سوا بها المصاري ويعيشوا حياتي كتير حلوة يعني بالنهاية كل شي كان من تخطيط زوجة قصة المربية والهوية وكيف هربت كله كان من تدبير محمود ولتكمل مع نورة بعد ما وصلوا للجماعة اللي اشتروا ابنها بيكتشفوا انه الصبي مات بحادث سيارة مع هالعيلة محمود انحكم 50 سنة والحكم بيبقى طول ما انه نورة ما تنازلت عن القضية اما ريما فانحكمت 4 سنين لانه تسترت عها القصة يعني حب المصاري حرفيا مرض بس معقول انه فيه انسان بيقدر يتخلى عن اطعم الروح وكرمال المصاري فانتو شو رأيكم بهالقصة وشو رأيكم بالاحكام يلي انحكموا فيها محمود وريما وناطر ارائكم بالكومنتات